الخبر واللي عدنا عن سهر التيوب وفضيحاته لمحمد جواني بالتشار لأحد المقطع على تيك توك والذي كان من داخل الديسكو وكان دير قصية بنات ويمكن انستكران الصلاح موضوع كل شي غريب ولكن سرنا نزلت المقطع بالكامل رأيكم رابط مقطعها بالوصفة من الكل يرح يشوفها وشوف فضيحة محمد جواني هو ويه البنات رأيكم رابط والوصفة من الكل يرح يشوف المقطع بعد اكتبونا بالكومنتاج شرائكم بالشفتون خلصا من حمد جواني الروح للقمر مار وهل راح ترجع فريق نور مار طبعا هو يدلع ان انثبتت بهذا الموضوع انه هي ممكن ترجع فريق نور مار اول شي يا حبايب انه هي كاتب على حسبة بالانستجرام انه اليوزر مؤقت واله هو قمر اتز ويمكن القمر راح ترجع اسمها قمر مار وترجع تنضم الفريق نور مار او لا بسبب الثاني شي يا حبايب فقمر برحه هي وانور مار نزلوا على حسباتهم بالانستجرام وهذا اللي السوري فقام باحد من المتابعين سولهم تصميم وكاتبين عليها كل الشيحة بصداقتهم ويعان هذا الشيء طبعا هم بيوضح انه ماكو مشكلة بيناتهم بذا هي خرجت من الفريق والشيء الثالث والاخير يا حبايب هو هذا اللي السور اللي هو هم متابعين صاروا يقولون انه قمر بنفس السيارة اللي هي مع سيارة محمد مار فمثم شافين يا حبايب ركسو زين بهذه الأماكن اللي هي خلف قمر مار هي نفس السيارة مع المحمد مار اللي ظهر بأكثر من الفيديوهات من محمد مار ولكن يا حبايب هو هم الأشخاص من السوق تقولون انه هذا الفيديوهات مصورة قديمة فيمكن من هي كانت بالفريق يعني قوم متطلع من الفريق فهذا هي بس نفس السيارة وبنسبة المرتضاء كان يا حبايب فاشن وقال عليه قمر مار برزه هذا اللي السور اللي واحد من أشخاص يسيله شينه رأيك بقمر مار برد عليهم خلوقة بشكل وبكفئينها بلت بلدي ترزع عليه تسلم كلك ذوق والشي الأخير حباب اللي احنا خطبه هو بحسين صباغ من دير عمال نور مار السابق وفضيحة النور مار انه قاعد يبتز ويهدد قمر مار انه يريد انشر لها فضيحة هي قاعدة تحضن النور مار رغم ان هواي من الأشخاص اساسا يقولوا انه كلام حسين صباغ هو كلام كذب وممكن هو اللي ينشر هذه الفضيحة ويتهم نور هو اللي ينشرها فولزا هذا اللي السور يقول حدا بيهدد حدا انه بده يفضح بموضوع الحضن وانهيه لما شاتويك عاد يتخبص لكن لما انت تركك لازم تفضحها وانهيه على حالك بكفي تخبيص واساسا هو ما يقدر يحكي عليها لانه هي اقل من 16 وهذا اعتبر اتزاز وبالسوري بعدها قاعد يدافع عن قمر مار يقول ابنية عمرها 14 سنة وهي التقدم مشهور له وجان نور مار في شي طبيعي انه يتحضن وهذا الشي صراحة انه فعلا طبيعي يعني اذا كانت يكون فضيحة فما توقع ان واحد رح يهتم بنهاية ابنية عمرها 14 سنة فعادت تحضن نور مار خاصة انه ما اعتبرتها هي جان قدوة يعني بالنسبة لها وقل هذا يا حبايب نفس الوقت تركوا شي غريب والي هو ان باريش دادا كل اعضاء فريقة تابعوا يا رمار بالانستجرام فهذا يعني من الممكن انه يشوف يا رمار و باريش دادا حيث يطلعون يصوروني بعض ويصورون فريق واحد خاصة ان باريش حالي يمسوي فريق وقاعد يصوروا اياهم في الأخير يا حبايب احبني اذاكركم بان سارة يوب نزلت الفضيح مال محمد جواري بالوصف يقول يروح شوفها مناسب قمر مار باقي لبس شوي ووصل مليون المتابع على مستحن البث المباشر راح تشوف النبي هواية حقائق فتمنى من كل يا حبايب ان يشترك بالقناة لانه هذا الحقائق راح نقول لكم اياه هو البث المباشر اول ما ينزل راح نزلكم اياه فتكونوا يشترك بالقناة وفعل زر الجرس وانتظر المقطع وبس شوكوا في هذه المقاتل من القصص ومع السلامة